مهم أنا بالنسبة لي مسألة واضحة أراكم الآن تأكدتم بالقضية تها كورت القدم ما هيش تعالج في إطار رياضي وإلا كيفش انتهي رحم بابك الناس تطالب قال تبون والله وسموه بالتدخل لفرض جمال بالماضي أو لذهبه علاش وكان جات رها الأمور في كورت القدم وراها الأمور قال مثل وفق معايير وقال رها هكين قال مثل كونترا وكذا لما أنت تدخل الناس تولي تفكر باللي انتاذك لابد من مسيرات ولابد من ضغط شعبي ولابد من كذا فالقضية واضحة باللي فيها خلفيات يروح بالماضي والله يجي بالماضي إذا كان الناس ما مشاتش وفق مشروع الحلول غير مكلا تنتظرها ما تجيش هكذا عفويا الناس رها تخطط تشوف انت ناس دائرة ما دارس انت على كورت القدم في بلدان مختلفة رها الناس تشتغل عليها والناس تستثمر فيها تستثمر في الرياضة لأنك انت رياضة ديرها دخل في الثقافة دخل في التربية الجسمية دخل في التربية الذهنية دخل في التكوين دخل في الترفيه تشوف انت يجيك انت واحد قطاري يشريك انت اسمه باريسان جرما والله يشريك مرساي والله يشريك تراها الناس يعتقدون باللي انت الناس لا يعطيه شدراهم يارك خلط في حسابك هو يروح يشريك النادي هذا يشريك معناش عارف عنه بكذا بالمليون دولار من بعد هو لتيشورت انت هذه كل جوار اللي يجيبهم انت ذكره يجيبلك انت هذا ميسي والله دي يعطي له هو مليون دولار بصح المليون دولار هذا يدخله في شهر ومن بعد يبقى يخدم باللي كيب هذيك الناس راح تستثمر في كورة القدام وداخلها فيها السياسة وداخل فيها الاعلام وداخلها فيها امير واحد اخرى ما يشغر فقط كورة القدام خاصة الان مع مواقع التواصل ومع هذا الذكاء الاصطناعي راح كل يوم تظهر اشياء احنا في البلاد الناس للأسف شديد ما عندهش تشخيص انا راني كاتبها من سنوات تأذرك هذا الطبيب هذا لما راه رايح هو قال مثلني يعالج مريض اول حاجة وشي هو يدير هو هو شخص يدير التشخيص يدير معاينة شوف المريض هذاك وشي هو الصداع هذا اللي يجيك من اين جيك من وقتاش يهل طارع عندك مريض في العائلة تاعك يهل طارع درت عملية جراحية من قبل من وقتاش بدت تظهر عليك هذه الاعراض ويعطي له انت الدواء اذا كان يحتاج الضوليبران ولا يحتاج انت العملية جراحية يديرها له تارك تحكي الى ازمة انت عبلاد كيفاش انت راح تنهض بالرياضة في ظل هذا الفساد اللي راه هو موجود كيف راح تنهض انت بالاقتصاد في ظل هذا الفساد اللي راه موجود في ظل هذه السراعات تاذو كنتا ناس لما يشوفولك سياسة تقولوا ليش ما عنداش عنقاء بالسياسة لما يشوفلك انتا الناس كانوا ضد القيد صالح كانوا في السجن ومن بعد يشوفهم خارج السجن ويشوف المقابل الناس اللي كانوا مع القيد صالح في السجن اروح انتا ذوق بل ما تقول لي بل ما عنداش علاقة بالسلطة السلطة بكري ما يشي السلطة انت عذرك السلطة انت في وقت بومدين ربما ناس ما مش فاهمين المسألة بومدين كان عسكري كان متحكم من خلال السلطة اللي كانت عنده من خلال الكاريزما اللي كانت عنده ومن خلال الجو اللي كان عيش فيه انسان مجاهد كان في جيش تحرير وناس طاعة وناس كل ما ما يخرجهاش والناس كذا الناس اللي هما كانوا في كرة القدم كانت تمشي فيه من روح الوطانية كم مره لما تسمعوه قال مثلا راهو بومدين راهو جلي ذا ستير وراهو قال انتوا الفريق الوطني ولو بطريقة غير مباشرة قال بل وتحرج على جل باش ما يقفش العالم الفرنسي وخرج وهذه كل ها رأسائل كانت الناس عندها روح الوطنية روح انت هادر مع بطروني وهادر انت مع الناس اللي هما كانوا يلعبوا في ذاك الوقت كانت الناس تلعب بالروح الوطنية العالية ضق الناس ميهموش المهم تجيب له لعب راهو يلعب في البرصة جيب له لعب راهو يلعب في الريال جيب له لعب راهو يلعب في مانشيستر سيتي ولا وراه دير منقوشا ولو راه جسمه راهواش مهم مهموش والمهم كيفاش راهو ولو راه اسمه جيمي مع البليشانا كذا تم حبينا تنهضوا بالبلاد جيبوكم شعب واحدة غروا الله بتقولوا ليش بل هذه المسائل هذه ما عندهاش علاقة بالسياسة عندها علاقة بالسياسة في ذلك الوقت كانت الناس تلعب في كورة القدم ماهش مهتمة بالسياسة سياسة كانوا لها أهلها وكانوا ناس عمروا العين هذه شخصيات سياسية تشوف انت التلفزة الوطنية رغم انها كانت تلفزة واحدة لكن مع ذلك كان محتوى ترح انت الاطفال ترح انت الحديقة السحرة هذيك ترح انت احديد وان وترح انت المسلسلات ترح انت مسلسلات يجيبوا فيهم فيهم مواضيع اجتماعية يعالجوا فيهم تشوف انت افلام ثورية تشوف انت الصحافة المكتوبة تشوف انت المعارض اللي كانت موجودة شوف انت الصناعة كانت الجزائر ماشية هذي السوني لاكو وهذي السوني باكو وهذه الكذا وكانت الجزائر لاهضة هاذة هذه مصنعige المعارض الحجر مصانع مختلفة كانت الجزائر ماشية وكانت الناس تلقى انت واحد يجونغلي بالحشيج يجونغلي بالتقاشر، دائر تقشير للمو ودائر به سينيما مثل ما راكم تشوفو في خاوتنا دورق السينيقال وراكم تشوفو فيهم انت عكوة ديبوار وتشوفو فيهم هذو كل يلعبوهما في التراب هذه المآسي هذه المحن هذه المعانات هي اللي خرجت الرجال دورق فيما بعد لما راح بومدين وبدأت هذه المسائل هذه العصب هذه اللي هي اخترقت المجتمع الجزائري وبدأت الناس تفكر فيه تفكير تشوف انتم داخل الحراك كل واحد يجبد فيه جبته هذا الناس فريق الوطني مش بعيد عليهم مثل ما راهم هما حابين يتحكموا في الحراك ويتحكموا في المخارج انتاعه مثل ما راهم حابين يتحكموا في الفريق الوطني في المخارج انتاعه ومثل ما راهم حابين يتحكموا في التلفزة وفي المخارج انتاحها ومثل ما يتحكموا في الجامع الكبير والمخارج تاعه راهم في الفتوى راهم في الإعلام الرياضي راهم في مواقع التواصل راهم في كل مكان راهم موجودين وراهم هو ما يحوسوا على جلبة شو ما يتحكموا في مصير البلاد ما يقول ليش ذرك واحدة نيجي يحصلها لي في بالماضي نعم أخفق نعم راهم هو نجح وأخفق ولكن القاضية ما هيش قاضية كورة القدام ما هيش قاضية رياضة قاضية سراعات ناس حابين ينحيوه على جلبة شو ما لأنه لو كنت السلطة بشي كما بكري قال مثل بومدين انتاره وقال قائد أركان وراها قال الجيوش راها تحت الأمر انتاعه وراها قال لك يلا حرك الجيوش بلهات فانتاره الناس حاولوا تدير له انقلاب وما قدرش حاولوا طهر زبيري وحاولوا كريم بالقاسم وحاولوا شخصيات أخرى على جلبة ش يديروا له انقلاب وما قدروش لكن الآن السلطة ما بقاتش كما بكري السلطة الآن بقنت قادة النواحي هكتشوف انت واحد باش هو يدي السلطة لازم يغير قادة النواحي لازم يغير قادة القطاعات العسكرية لازم يغير مدير التلفزيون ولازم يغير مدير الأمن ولازم يغير مدير الجمارك ولازم يغير مدير المطار ولازم يغير كذا راكم تشوفوا علاج الباش هو يحكم لماذا؟ لأنه بكري كانت التلفز الواحدة وكانت الصحيفة الواحدة يقدر هو من خلال صحافة اللي هي تمشي بمكتب واحد وتمشي بقرار واحد الآن انت واسمه تشوف انت أردوغان هذاك من خلال برنامج دار فيه المباشر ويلا يعود حكم السلطة بعد ما كاد التفلت منه الآن هذه المواقع التواصل ما بقى شكيمة بكري الآن احتيكار هذاك واسمه ممش كيمة بكري بالتالي ذوق انت باشتدي السلطة لازم لك قال المدير الأمن يكون معاك وقطاع انتع الأمن المفاتيح انتع المؤسسات انتع الدولة تكون في يدك هذه انتع البنوك وهذه الإعلام وهذه ومن بينها الآن كورة القدم كورة القدم الآن كيني الناس اللي رأم هما متاخذينها على جلبش هما يتجروا بها وكذا وكذا لكن في المقابل كيني الناس اللي رأم دركهما حابين يحكموا بها الشباب حابين يحكموا بها الجماهير رأكم شفتوا الحركة رأهم انطلق من الملاعب كيني الناس اللي هما كانوا مختارقين هذيك الجماهير والله ديك ويبعثوه ناس بديبون برول بشعارات معينة حتى داخل الحركة كانت الناس بالأهزيج كانت تردد فيها فما يجيش واحد أنا يقول لي بللي ذرك هذه كورة القدم ما عندهش علاقة بالسياسة ترجمة نانسي قنقر